السلام عليكم وعملين ايه يا جماعة? كل صحوان طيبين. النهارة جايلكم فيديو جديد. مشتريات رمضان. اللي هي البلاستيكات. كل صحوان طيبين. ان شاء الله تعجبكم. جايبالكو اول حاجة ايه? دي الفريرة بتاعت البيتزا. عجبتني بصراحة. انا اللي عندي اللي انا عندي بستعملها خشب. فدي شفتها فعجبتني. هي سلاستين. وهقولوكو برضو استعملها. وهقولوكو هي الكويسة ولا لأ? اهي. دي برضو مصافي. كل اللي اللي بنحتاجوها مفيش حد بيحتاجهاش. شايفين ايه? اهي يا جماعة. ودول برضو اتنين صغيرين اه هم. عجبوني. بقى يعني بصفي بها اللي هي الينسون. اه النعناع. المشروبات. اه? دي بقى عجبتني خالص. دي وانا بكسل الرز. واعمل كده عشان اصفي المياه بتاعت الرز. ومش حتى والرز مش هيتكب منها. دي عجباني برضو. ودي كساتة اه? عشان الجلي. اهو. كلنا طبعا بنحب الجلي فرمضان. بيبقى خفيف. اهو. دي بقى صفيتين اهم. واحدة الزيق بتاعها اصفر. والتانية موف. عشان الماكارونة. علانا اللي عندي فوق اللي هي اللي هي سلاستين. فقلت اجيبوا الايه? البلاستيكات منها ايه? اما ده بقى ده علشان الفاكهة. لانتعارفين طبعا الاولاد ده ما منحط الفاكهة عندها فاطباق الفاكهة بيكسروها. دي بقى بلاستيك علشان ما يجرى لاش حاجة لو قعت منهم. دي كبايات طبعا. طبعا كلنا كل شخص ما يجيبوا كبايات بسبب العيال. الاولاد طبعا بيكسروها. كمان عشان رمضان. وجبت اللي هو الكوز الشافشأ ده. اهو العصير. عشان العصير بتاع رمضان بنعمله بقى اللي هو ايه? برطقان. اه العصير كلها بتاعت ايه رمضان. وجبت واحد كمان اهو. ده جواها كبايات. معاها ثلاث كبايات من جواهم. وليه طفياط. جبت اتنين. اهي. لو قطت الانتراي وقطت الاطفاق. وديه قطع اهي. وديه عشان اما اجي اعمل لكم عصير اه عصير برطقان اه فريش. بتاعت العصير ايه. طبعا في رمضان باية يا جماعة ان شاء الله هكون معاكم. وهتشوف طبعا اكرات رمضان كلها. وتشوف طبعا حياتنا ان شاء الله. لان انا بحب جدا اجوها رمضان. دي اهي عشان طبعا لما اجي اعمل لكم بيتزا. وحط طبعا اللي هو الزيت بعملها بالفرشة بتاعتها. ودي صفايات بلاستيك. اتنين اهم. ودور برضا يا جماعة. عجبوني. اهي. عشان هما صغيرين. ودور برضو. عشان برضو اكسر فيها الرز. اهي. ودور بعمل بهم العجينة. استعملها العجينة بتاعت البيتزا العجينة اللي هي بتاعت كيكا كده. هي. والطاسة دي بقى يا جماعة عجبتني جدا. دي طاسة الجريل. اهي. معيش الصوت جانة بس ورايا. اهي جماعة الجريل اللي هي من جوة انا فتحتها لكم. ده نوحها جرانيت. اهي. دي معاها طبعا اللي هي بطريقة الاستعمال بتاعها. ميجي لنشت ونشو برضو فيها برضو لحمة. اهي. وده. معاها دي دي عشان لو دي بوزت. اللي هي ده هي الخط ده. دي بدلها. اهي. شايفين شكلها. هي عجبتني بصراحة خالص. جيت لكم تانية يا جماعة دي اتصى بقى بتاعت اللي هي الكريب. اهي. برضو نوحها جرانيت. اهي. شكلها جميل ونوحها اجمل. اللون بتاع حلو خالص. عشان نعمل في برضو اكلات برضو بتاعت رمضان. الكريب. اهي. اهي. دي بقى طاصة. دي الطاصة بتاعت التريند. اللي بيقولوا عليها. دي الطاصة الصغيرة خالص. اللي بيقلوا بها اللي هي ايه. بتحمر فيها اللي هي التقلية بتاعت الطوم. شايفينها صغيرة وجميلة ازاي او بداية. حلوة قوي. وشكلها جميل بجد وملفت. دي بقى طاصة كمان اهي. اكبر شوية. لونة حلو خالص عجبتني برضو اهي. ومقاسها وسط حلوة. اهي. دي بقى يا جماعة بتاعت الحلويات اه. عشان انا ما اعمل فيها كريم شانتي. وازوق بيها اللي هي الترطية معاكم. او ازوق بيها طبعا الكنافة. رمضان بيحب الكنافة كلوصان طيبين. اهي. وهوريكوا بقى في رمضان. عمال حماتي بقى يا جماعة في الكنافة. بتعمل كنافة احسن بصراحة من طول حلويات. وبتزوقها كمان بكريم شانتي. وانا برضا هصورها لكم. هي بتعملها لكم. ايه رأيكم بقى يا جماعة في الحلوة دي. شايفين الصواني دي. ده قالب مربع. اهو. وبتتفتح من هنا. وده المدور. وده القلب. وهو عشان ما اعمل معاكم برضو الحلويات في رمضان. شايفينها. شايفين دي بقى يا جماعة. دي بقى عشان ما قطع بقى ايه البطاطس. والخيار. اهي شايفينها. اهي. اهي. بصوا بقى. دي من تحت بقى البطول شدوها. اهي. رسنا بتاعت اهي. دي بقى اللي بتقوّر بها. قوّر بها قوسة. اهي. اهي. هوضحها لكم اكتر. دي شايفين جمالها. ولها الغطب بتاعها ها. تشديه عشان تقوّر بها القوسة. اهي. دي بقى صواني عشان اعمل بقى اللي هيو بس تفرولة. اهي. دي صنايتين. واحدة كبيرة وطانية صغيرة معاها. اهي. اعجبتني برضو في المحل. فقلت اخذها برضو اجربها معاكم. دول بقى يا جماعة نين صواني مربعين. وليها يبصهم. ايده هي من الجناب. دي عشان اعمل لكم فيها ايه مكنارة بشامل. او قوسة بشامل. اهي. دول ضد النار. حلوان خالص. صواني حراري. اشتراها. هل ترون هم؟ هل تروني؟ هل تروني؟ هل تروني؟ انا جبت منها وقدت منها كمان. اجبتني بصراحة. أعمل لمدة 12 افراثين وحدهم 6. اعم. اهي. هل تروني جيري والكريمة وروز بلبن. او اهي. هل تروني يا جماعة بهذا الميزانة؟ هذه المزانة عجبتني بصراحة المزانة دي بقى يا جماعة عشان اوزن فيها العيار بتاع الكيكا اهي اوزن فيها الحلويات يا عجبتني بصراحة اهي ماما بصي بتصورك ده بقى يا جماعة شكلها اهو طلعتها لكم هي ومعها كمانة ننحي جايرة هم ومجس تعملها برضا هوريها لكم معايا دي بقى يا جماعة المشتريات ان انا جبتها هول رمضان والبستكاتة اهي كل سلام طيبين وقلت افرحكم معايا واوريكم حاجتي ان شاء الله تعجبكم هي وكل سلام طيبين ويجع شهر رمضان شهر الخيل ان شاء الله والبركة مع السلامة